السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين 15 نيسان إبريل القمر اليوم موجود في برج السرطان ورح ينتقل تقريبا يوم الغد في ساعات الفجر رح ينتقل لبرج الأسد يعني في نهاية اليوم في عنا خلوم مسار القمر اليوم موجود زي ما حكينا في برج السرطان في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ستة وأربع دقائق من مساء اليوم بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو القمر بما إنه موجود في برج السرطان معناة التاثرات على جميع الأبراج بتكون إنه منشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان شيء بسيط ومنحاول خلق جو من الأمان إلا ولا أحبائنا ولا أطفالنا من ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء خلال هذا اليوم من ناحية أخرى لدينا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منها يذرف الدموع أثناء تذكر الماضي إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام للأكل والشرب ومراقبتهم بالفترة هاي لأن الشهية بتكون مفتوحة فالأشخاص اللي بيعملوا برامج غذائية بدهم ينتبهوا من هاي النقطة وبرضو الفترة هاي يجب تجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها بإمكاننا خلال هاي الفترة الاهتمام بمسائل تتعلق بالعقارات زي شراء أو استئجار أو بيع عقار وأيضا أعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها اليوم هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وسبعتاشر دقيقة من صباح اليوم بتوقيت جرينيش فبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وبرضو هذا الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين العطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة و11 دقيقة صباحا بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هي مصدر للتوتر هاي الزاوية خصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين من زيادة الأحمال فممكن يتعرضوا لبعض الحوادث بسبب عدم التركيز برضو ما منحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيج ابنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولها كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني مثلا وبرضو بتمنحنا العطف والمودة ومنحظف الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية برضو رح تكون الساعة عشر صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلية غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزي والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة واثنعشر دقيقة مساء يعني القمر رح يكون نصف بدر خلال هذا اليوم بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهي آخر زاوية قبل خلو المسار رح تكون الساعة 11 و 21 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا هو الوقت المناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال اللي تتعلق بالفن والروحانيات بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر خلو المسار رح يبدأ الساعة 11 و 21 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء اليوم الاثنين ورح ينتهي الساعة 22 و 24 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراش ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعاً عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب أيضاً غشاء الصفاق ومن الجهاز اللينفاوي وعظم الصدر هذه الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي طبعاً ما بننصح لإجراء أي عمليات جراحية كبرى لهذه الأعضاء إلا إذا كانت إضطرارية ولكن كفحصات أو مراجعات أو علاجات ما فيه أي مشكلة بالنسبة لباقي عضاء الجسم ما فيه أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم وأيضاً هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقل والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضاً للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون في فترة خلوه مسار بإذا حلقة الغد بنذكر خلوه المسار القادم اللي بده يطلع خلوه المسار للشهر كامل موجود في صندوق الوصف طبعاً بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمر سبع أيام في تمام الساعة ثمانية وواحد وعشرين دقيقة صباحاً بصغير ثمان أيام نسبة الإضاءة واحد وخمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم تسعتاش أربعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في السرطان حتى يوم ستعاش أربعة سعيد الآن بنسبة خمس واربعين في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة مية في المية ساعات الظهر سعيد بنسبة سبعين في المية في ساعات المساء سعيد بنسبة خمس واربعين في المية عطارد في الحمل بيتراجع حتى يوم 25 أربعة طبعا زي ما حكينا مغرر سعيد بنسبة 30% ومعنى مغرر أنه بيوهمنا بأشياء إيجابية فمنندفع ومنتهور بدون تركيز فبتكون أشياء سلبية بالنسبة لألنا فلازم نركز بشكل جيد الزهرة في الحمل حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% المريخ في الحوت حتى يوم 30 أربعة منتحس الآن بنسبة 10% ساعة العصر منتحس بنسبة 40% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت حتى يوم 29 أربعة 29 ستة عفوا سعيد بنسبة 15% وأورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكوا في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهمش أنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خصصوا فترة لا بأس فيها من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو ضاغط والمسئولية كبيرة ممكن تكون على موعد ارتباط مهم فما بيجوز الفشل وبرضو اليوم بدك تحذر لأنه احتمال يكون فيه مصاريف منزلية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات وهذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان وبتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرتان دافعوا عن مبادئكم ولكن بليوني ودبلوماسية انتبهوا لكلامكم وإحفظوا خط العودة اليوم ممكن تتمم لقاء وأو اجتماع برضو في عمل مفيد بالنسبة لإلك بتتخذ من خلاله بعض القرارات المهمة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو ممكن يحصلوا على هدية خففوا من النفقات قدر المستطاع وبتميلوا للتفاوض والمساومة وبتنشطوا بالرحلات والاتصالات يعني ممكن تتجرأ في النقاش لا مسألة معينة فترة مناسبة لبحث مواضيع مهمة ولتقديم الامتحانات والطلبات برضو والمطالبة بحقك وبرضو حاول أنك تمارس صلاحياتك برج السرطان بالنسبة لمعاليد برج السرطان طبعا اليوم أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهمش أنكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن تحقق انتصار أو تظهر مزايا رائعة بتلفت أنظار الجميع فترة إيجابية حاول أنك تستغلها لأنه اليوم الأجواء جيدة دعملها إلك حتى على المستوى العاطفي بتدعمك بشكل قوي ويعني بإمكانك بدء أو ممكن تسمع خبر كنت بتنتظره برج الأسد بالنسبة لمعاليد برج الأسد طبعا بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي فأنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة بتكون مرهق قليل الحماسة وحاول أنك ما تنتظر جواب لأنه ظروف فارغة تهدأ الأجواء وبتخف وطيرتك حتى الركود وحاول أنك ما تستعج الأمر عشان ما تخيب آمالك وحاذر من التراجع الصحي برج العذراء بالنسبة لمعاليد برج العذراء بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة اتجنبوا انتقاد أي شخص اليوم طبعاً اليوم بيحمل لك فرصة مناسبة لحجد الدعم تأييد وهي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحدهم أنت اليوم بتمتلك القدرة على التواصل البناء ومن الضروري حجد الدعم حالياً حاول أنك تلعب دور بناء بالنسبة لمعاليد برج الميزان بتتركز جهدكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو بيحمل لك هذا اليوم مسألة شخصية بتسبب لك نوع من أنواع القلق أو عبئ بيتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهم مش أنك متجازف باستقرارك والمعنوي والشخصي أيضاً هد من روعك لأنه هاي بتعتبر فترة انطلاقة بثير التوتر والخلاف بالنسبة لمعاليد برج العقرب طبعاً بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات البعيدة عاولوا أنك تكونوا أكثر صبراً أتناقية السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لانفراج مسألة ضاغطة فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن حاذر من المتاعب والوعكات الصحية اليوم عندك قدرة على الإقناع وما رح تهدى وتيرتك من كثرة النشاط برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس طبعاً ابتن منهم كل يوم في ضبط شونكم المالي المشتركة ورغم النفقات إلا أنه في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض سارعوا لتصحيح الأخطاء واستعادة ثقة الآخرين وما تسمح للخلافات بالتأزم لا سيما مع الأحبة ناقش وفاوض وما تتهرب من مواجهة الأمر الواقع عبر عن رأيك بهدوء وما تستفز أحد برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعاً ابين صبق اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل أو العاطفة فترة متوترة فممكن تتورط في أزم ما ممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين حاول أنك ما توجه أي انتقاد لأي أحد برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعاً بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دوني مال صحتكم وما تدخلوا في مواجهة مع زميل تكثر اللقاءات والاجتماعات وممكن تحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع معني صحي شوي وتكثر المسؤوليات والالتزامات على أنواعها كن حريص على عملك وباكر إليه برج الحود بالنسبة لمواليد برج الحود طبعاً بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم حاولوا تفاهم وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم بتحتفل بإنجاز أو انتصار وبتنمو بعض العلاقات وبتزدهر خلال هذا اليوم فترة مثمرة وكثير فيها انشغلات وتحركات لكنها فترة حظ ونجاح وتقدم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء